هبدأ معاك من التقرير الإسماعيلي محل الإسماعيلي وإيه اللي بيحصل في الإسماعيلي؟ الإسماعيلي حتى كاس مصر بيكسب بصعوبة جداً في المباراة الأخيرة في الدوري حدث ولا حرك في المركز الأخير وأداء مأساوي ونتائج مأساوية إيه اللي بيحصل في الإسماعيلي؟ والله بص يعني مش عشانة أنا لايبت في الإسماعيلي أنت وحد هو ما لايبتش في الإسماعيلي وحزين جداً على الإسماعيلي طبعاً ومعظم الأراضيين في مصر كلهم ومعظم الجمعير حزينة جدا على نادي إسماعيلي نادي إسماعيلي نادي كبير قوي أنا عبت فيه سنتين ونص لا الجمهورة كريمة منك بيعشق طراب إسماعيلية بيعشق إسماعيلي مفيش أهلي وزمالك فيه إسماعيلي بالنسبة لهم صح أيو أبربع عليك أنه أي محافظة هتلاقي فيه منها اللي بيشجعها في نادي فران و نادي فران بتي مش شجعها مع أهلي وزمالك أيوة 90% أو 95% من أهل البلد إسماعيلي صح يعني أنا أفتكر أن أنا مقرب نجي نخسر كان بقعد وبيعياته قدام الأستاذ وكلام ده كل الواحد حزين طبعا على المستوى اللي فيه الإسماعيلي للأسف أنا شايف أن كتر الطائرات المدربين وبرضو هرجع ودي حاجة أنا من وجهة نظري يعني أنا شايف أن فيه لعيبة كتير جدا بدون ذكر إسماعيلي طبعا ما يفعش يعني تشيرت الإسماعيلي تيد عليهم أوي نوجة نظري مع تغيير مدرب ومدرب ومدرب دايما عدم الاستقرار دايما عدم تغيير المدربين بيعمل عدم استقرار بس دايما الإسماعيلي عنده لعيبة كبيرة ولعيبة عظيمة يعني دايما الإسماعيلي في أي زروف زروف صعبة إداريا زروف صعبة فنيا بيبقى الإسماعيلي عنده لعيبة حلوة ليه دلوقتي الإسماعيلي ما عنده اللعيبة كبيرة دي بس الجيل اختلف يعني خلاص جيل العظماء خلاص اختلف يعني أنا شايف من وجود نظر أنه خلاص يعني جيل اللي هو الجيل بتاع النادي إسماعيلي أنت شايف من بعد الجيل إسماعيلي الجامل أو أحمد فتحي وحسن عبد الرب وحمص وعبد الله السعيد وأحمد خيري وعتولة ومحمد أنا نفسي ما شبتش ما جاش خمسين في المية من الجيل ده من الإمكانيات دي بصراحة بعد النادي إسماعيلي أنا شايف إسماعيلي بقى له سنتين ثلاثة في لعيبة بتيجي تلبس شرط الإسماعيلي الإسماعيلي أكبر منه بكتير أكبر من اللعبة بكتير كان دايما من الجملة الشهيرة الإسماعيلي ولاد والإسماعيلي صانع النجوم طبعا دي مشكلة قطاع ناشئين مثلا طبعا حاجة برضو يعني ده جوز كبير برضو من الموضوع أنا شايف دايما يعني أنا مش شايف يعني الناشئين بتطلع دولات الإسماعيلي بقى يعتمد أنه هو يشتري ويجيب لعيبة خارج من خارج النادي أنا مش شايف إنت شايف فيه لعيبة من الناشئين بالتصاد يعني اثنين ثلاثة بالكتير وما بيلعبوش كمان صح فدي برضو حاجة يعني حاجة مهمة برضو موضوع الناشئين برضو طيب يعمل إيه إسماعيلي عشان يفوق بسرعة بقى تلوقتي بتتكلم في أزمة حقيقية خلاص بتتكلم على قوالة اللعيبة من وجهة نظرك مش أعظم حاجة بالمقارنة بالسنوات المضايا بتتكلم على تغيير في الأجهزة الفنية خلاص نسلم؟ لا مانسلمش وخصوصا مفيش طبعا القيد دول等一下 يعني مفيش أي لعيبة هيج Lew tämä أي لعيبة هيمشي يعني أنا شايف ان الجمهور يعني يعني يلتافت حولين اللعيبة اللعيبة تعرف يعني ايه نادة زي إسماعيلي يعني ايه تشيرت نادة إسماعيلي يعني ايه جمهور نادلة إسماعيلي يعني ايه تاريخ نادة الإسماعيلي لازم لازم يكون فيه وقفة من اللعيبة قبل كل حاجة ل mouths ل قبل كل حاجة الأساسي فلازم يقعدوا مع بعض يعرفوا أنهم بيلعبوا في نادي كبير جدا مع طبعا كابتن حمد يشوف إيه الأخطاء اللي حصلت الفترة الفاتد يحاول يغيرها فالكرة في ملعب في ملعب اللعيبة نوجد نظري ولا أقدارها ولا أي حاجة خلاص أنت أنت مضطرة هتكمل الدوري هتكمل الكاسب بنفسك اللعيبة دي فما فيش تغييرات ما فيش تعيبها تجيبهم بره لعيبة من الكيد خلاص كده مقفوض فأنا شايف أن الكرة في الملعب النسبة كبيرة قوي 90% في رجل اللعيبة طب لو اللعيبة دي أصلا بتفكر تمشي من الإسماعيلي أصلا يعني مش حطة في اعتبارها أو اهتمامها أنه الإسماعيلي ينجح وما ينجح لا دي دي كارثة في حد ذاتها ده كارثة وإنت بتتكلم إسماعيلي الأخير وإن شاء الله ما يحصلش هما بيفكروا كده للأسف للأسف هقولك أنا كان نفسي كتير قوي أو في كثير من الفترات ما كنتش حابب أقولي الكلام ده بس أنا بقى لف واسأل واسمع واتكلم ما فيش حد بيقولك بشكل مباشر أنا مش فارق معاه الإسماعيلي وعايز يخسر بس لها مثلا لو كلمت لعيب أو اثنين لعيبة أو ثلاث لعيبة يقولك إيه إحنا كده كده عندنا عروض إحنا كده كده أنا مش عارف هنمشي السنة الجاية إحنا كده مش عارف هنعمل إيه فقدم فكر بالطريقة دي هو خلاص مش فارق مع الوضع مش فارق فعلا ينجح الإسماعيلي ما ينجحش أنا كده كده واخد قراري وهمشي والأسف ده كارسة يعني كده إسماعيلي مش مش هيطلع من الكابة اللي هو في ده خالص لو لعيب فكر بالطريقة دي إن أنا خلاص ماشي أنا آخر موسم ليا أو أنا هتباع أو هيعرضون البيع دي 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 وبكارسة والإسماعيلي مش هيقوم لهم معلش أنا دلاتي برضو أنا لو نادي آخر غير الإسماعيلي ورقى حشتري لعب من الإسماعيلي تمام؟ أنا رقى حشتري من لاعب من فريق هبط إن شاء الله ده ما يرسل الإسماعيلي ما أنت سعرك بيرخص برافو عليك أنت سعرك بيقل أنا أنا مثال ولعيبة كتير مثال إنتاج الحرب ما هبط لو أنا باخد إرش في الإنتاج باخد إرش في نص باخد نص إرش في النادي ممكن مرحش تاني وده حصل مع لعيبة مننا كتير فأنت برافو عليك اللي إنت قلت للنقطة دي مفيش لعيب مفيش نادي بيعمل بيركز مع لعيبة أو مع لعيب محبط فريقه إلا لعيب ده فاز وعمل كل ما في وصعه مع النادي لغني أعرف إنه هو يعني ما يداش باللي عنده نزل وحبط فريق طبعا 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 أنا جيبي إبراهيم وهو محبط فريقه ده ما عندي كريم زي زي إبراهيم أو أقل من إبراهيم حاجات بسيطة بس لا وأخاف منه طبعا في العقلية والشخصية إنه ده لو مش فريق معه الفرق اللي بيلاعب معي انه مش هيفرق معي حدي تاني صار حال إسماعيله زعل جدا أي أنا كل ما عواهد أتكلب على الإسماعيل حسننت قريبه وأكتب ما بالك أنت مش إسماعلاوي تخيل بقى جميل إسماعيله عامل ازاي أنا بقول لك يعني جميل إسماعيله عيش أسوق أيام حياته أسوق أيام حياته تخيل إن الإسماعيله لما كان يجي يلعب مع الأهل والزمالك لو ما خسرش يتعادل للأسف أنا بطلب الجمهور يعني لازم يستحمل لازم يوقف ورا اللعيبة ما تهجمش اللعيب لأن خلاص هما دول هما المغودين فما يعني إحنا عايزين اللعيبة تلعب على الحالة النفسية بتاعتها أما تهجم اللعيبة نفسيا بيتأثره فأنا بطلب الجمهور إنه لازم 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 شانا أبقى مينة لازم تبورها للعيبة بتاعتك كنت مع رحيل أخوان براون مدير فن السابق اللي اسميدي متش مع رحيله لا ليه والله يعني يعني في كم ماتشة يتفرقت عليه بدأ يعني فيه مظهر شوية أو معنظر شوية للفريق والراجل ما مسكش ما أقولش موسم لما كملتش ربع موسم فما خدش فرصيته يعني طيب الكابتن حمد إبراهيم تتوقع يكمل نهاية الموسم لا لا مشكلة ليه بقى دي مشكلة كبيرة أتمنى أتمنى يا رب من كل قلب إنه يعني يكمل والإسماعيلي معي ياخد في المراكز الأولى أتمنى طبعا تعرف هو المفروض يكمل بغض النظر على النتائج طبعا عشان هو حتى اللي هيجي بعده مش هيعمل حاجة هياخد مش هيعمل حاجة خلاص فأنت لازم تصبر عليه حتى لو النتائج سلبسة لازم تم استلم فرقة تقريبا خلصان طبعا خلصان على الأقل معناوين لو مش فنين مبرافو عليك نعم معناوين نفسيا مبرافو عليك مش مشكورة على فكر آه أنا عشان أنا لعبت وحسيت يعني إيه مركز أخير يعني إيه هبوط مم والله يا كريم آه بتفجد خمسين في المئة من قوتك كالعيد مم أما أنت بتنفس على هبوط أنا عشيتها في سموحها ولا كنا بننافس كنا ماشيين كويس جدا في أفريقيا وفي الدوري مش مركزين أفريقيا بقى في بتورة أفريقيا فهم مركزين أو في أفريقيا شين كويس أو في أفريقيا وفي الدوري مش مركزين لعينا لحد ما لعينا نفسنا التالت من تحت كنا أنا عن نفسي كنت بقى فقد نص قوتي تصد نص قوتيك الفنية في الملعب فنية وبدنية وتركزية كل حاجة إنت البنت هتموت عليه إنت البنت هتموت عليه فالله يكون فعول لعيبة الإسماعيل أو المركز اللي تحت طبعا تعالف الإسماعيلي محتاج الفتر اللي جاي ايه فعلا ياخد خطوة جريئة كده ويطلع عناصر كتيرة من قطاع الناشئين الناشئين لازم بس ما أظن مش لهني مفيش وقت يعني نحتاج ولاي أكتر من الفنيين أصلا مع كامل الاحترام لكثير من اللاعبين مش كل اللاعبين بصراحة ما بيقدوش بس في كثير من اللاعبين ما هو أصلا ما بيقديش فانا طلع واحد ناشئ بقلبه حتى لو مش بخبراته وفنياته بتفرق القلب طبعا يلعب ممكن بتديك كرة بتديك طول ما انت بتحارب جوه المعارب ما أصلا كده كده خسران يعني هيحصل ليه أكتر من اللاعبين بس ما أظنش يعني يخافه لأن اللاعب الناشئ ما عندوش الخبرة بتاعت اللاعب الكبير والدور الممتز أنا مش هكيب برضو لعيب من الدار للنار أحطه في الناشئين كم يلعب في الناشئين وهلعبه مع إسماعيلي اسم ابندي الإسماعيلي هلعب أهلي أو زمالك أو أي فرق من الفرق وآصلا في المستوى اللي هم فيه وأنهما في آخر الدوري فطبعا يبقى بالنسبة له صعبة جدا ابتعد حسن عبدالرب من التواجد في الأجهزة الفنية الإسماعيلي أو في أماكن إدارية ده بالنسبة لك حاجة غريبة أو حاجة عادية لا هو كان غريبة أيام بش منصب رادي كانت عادية أيام بش منصب رادي غريبة دولوقتي بس أنا سمعت إن كتاب تنحمد هو مش عايز مدير كورة فيه مدربين على فكرة ما بتحبش منصب يمديرك وده حقه طبعا بس أنا أنا شايف لأن حسني رمز مرموز ندي إسماعيل فأنا شايف وجوده مهم جدا وإنا رأيك إن حسني برضو قريب من اللعيبة كل اللعيبة صحابه وسناً كمان حسني مش كبير فهيكون قريب من اللعيبة ولسه مبطل ما كملتش باله سنتين ودائماً كان بلعب مع الإسماعيلي بقلبه وبروحه فهيارب فيه وإنقل القصة إنت اللعب في 3 فلسماعيلي شايف قدامك حسني عبدالرابو طبعاً فدي حاجة أعظم للتحديدية وحسن صحاب اللعيبة كلها ومعظم اللعيبة أو 50% من اللعيبة اللي موجودة حسني لعب معاه فعارفين بعض طيب